موسيقى موسيقى السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدين الأكارم إلى حلقة جديدة من برنامج حديث الصحفة نبدأها من صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية التي نشرت مقالا لميشيل جوردن وإيريكا سيجمينت بعنوان توسع نطاق عمل التحالف مع توسع تنظيم الدولة الإسلامية تقول الصحيفة إنه مع توسع تنظيم الدولة الإسلامية خارج سوريا والعراق فإن العديد من الدول الستين أعضاء التحالف الدولي لمكافحة التنظيم الإرهابي يضغطون على الإدارة الأمريكية لنقل المعركة لتستهدف الجماعات الإرهابية التي أقسمت بالولاء للدولة الإسلامية ومن الناحية النظرية تقول الصحيفة في افتتاحيتها فإن هذا قد ينطوي على امتداد عمليات قوات التحالف الدولي التي تقوده الولايات المتحدة إلى ليبيا حيث أرسل الدولة الإسلامية مجموعة من المقاتلين لتأسيس فرع له من المسلحين المتطرفين في البلاد وكذلك سيناء حيث باعت جماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا ويقدر مسؤول الاستخبارات عدد المقاتلين المتطرفين التابعين للدولة الإسلامية داخل سوريا والعراق بنحو 31 ألف مقاتل بالإضافة إلى ما لا يقل عن 200 من المتطرفين في الأردن والأبنان والسعودية وبلدان أخرى تعهدوا بالولاء لتنظيم الإرهابي وترى الصحيفة أنه من الضروري مناقشة أي توسع في الحملة ضد الدولة الإسلامية أو غيره من الجماعات الإرهابية بدقة وعلنا من قبل واشنطن وشركائها في التحالف وتذهب الصحيفة الأمريكية للقول بأن المشكلة لا تنحصر على الدولة الإسلامية أو غيره من الجماعات الإرهابية فهناك العديد من التهديدات التي تعصف باستقرار الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا حيث الصراعات الطائفية المستعصية وبعض الدول الفاشلة وتخلص للقول في حين تلعب الولايات المتحدة دورا قياديا فإن المسؤولية الرئيسية في مواجهة الجماعات المتطرفة وإنهاء الحروب الطائفية تقع على عاتق دول المنطقة بما في ذلك السعودية وإيران وهو ما يطلب منهم تنحية عدواتهم جانبا والتعاون معا بل والقتال جنبا إلى جنب ضد الإرهابيين كما سيتطلب ذلك إجراء إصلاحات داخلية حيث الأديولوجيا الراديكالية والحكم القمعي يشجع تطرف صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية نشرت تقريرا لإيريكا سوليمون بعنوان قيصر المخابرات السورية يأخذ أسرار الأسد إلى اللحد حيث ترى الكاتبة بأن قلة من كل من سوريا ولبنان ستحزن لوفاة مدير الأمن السياسي السوري السابق رستم غزالي ولكن الكثير من الناس سيحزنون على الأسرار التي حملها معه إلى القبر ويشير التقرير إلى أن غزالي ترأس منصب مدير الأمن السياسي قبل عزله من منصبه الشهر الماضي ولكنه كان سيء الصمعة لعمله في لبنان مديرا للأمن السياسي أثناء الوجود السوري هناك حيث خضع لبنان الحكم السوري تقريبا في الفترة ما بين 1976 و2005 وانتهى ذلك بعد مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وتبيد الكاتبة أنه بالإضافة إلى معرفة غزالي العميقة بالمجموعة المقاربة من بشار الأسد فإن الكثيرين في المنطقة يرون أنه أدى دورا مهما في اغتيال الحريري وربما كانت وفاته الغامضة هي للتخلص من أحد المرتبطين بالجريمة بعد رحيل غازي كنعان وصهر الأسد أصف شوكت وترى سوليمون أن وفات غزالي لن تؤثر على مسار الحرب في سوريا التي مضى عليها أكثر من أربعة أعوام هذا كله رغم خدمته الطويلة للنظام وتستقدر كل كاتبة بأن هناك عدة تقارير مثيرة للدهشة تلمح إلى دور النظام في وفاته ففي العام الماضي ظهر شريط فيديو على يوتيوب وفيه قام المقاتلون بتدمير فيلا تعود لغزالي وجاء في التعليق المرافق للصور أن التدمير جاء بناء على طلب منه لمنع نهبها من قوات المعارضة ويريد التقرير أن مصادر المعارضة تقول أن تلك كانت طريقته لمنع استخدام الفيلا من مقاتلي حزب الله والحرس الثوري الإيراني ما يشير إلى أنه كان معارضا لتزايد دورهم في البلاد وتجد سولومان أن دور غزالي في مقتل الحريري جعل آخرين يعتقدون بأن هناك تفسير آخر فقد مات آخرون ممن كانت لهم علاقة بالاقتيال في ظروف غامضة فالمسؤول السابق عن ملف الاستخبارات في لبنان غازي كنعان الذي أصبح وزيرا للداخلية قالت الحكومة السورية إنه انتحر ولكن الكثير من السوريين واللبنانيين يشكون في رواية نظام وهناك جامع جامع الذي قتل العام الماضي في عملية شرق سوريا وكان غزالي المسؤول السوري الأبرز الذي يملك معلومات عن العملية وتفيد الصحيفة بأن الاقتيال محل تحقيق في المحكمة الجنائية الدولية الخاصة في لبنان والتي ركزت على دور حزب الله ولكنها بدأت تعيد النظر من جديد حول تورط سوريا نشرت صحيفة المستقبل اللبنانية مقالا لأسعد حيدر بعنوان إيران مهموم باليمن ومأزومة في سوريا اعتبر فيه أن عملية عصفة الحزم قلبت المعادلات مشيرا إلى أن إيران كانت تصول وتجول في المنطقة من صنعاء إلى دمشق مرورا ببغداد وصولا إلى بيروت بحرية كابلة حتى بدأ الجنرال قاسم سليماني وكأنه الجنرالان غازي كنعان ورستوم غزالي في عزهما بلبنان كلمته لا تصير اثنتين ورأى الكاتب أن طهران مهموم باليمن في وقت تبدو مأزومة في سوريا لأن النظام الأسدي كله يتراجع بسرعة من حيث تركيبته العسكرية والأمنية والاقتصادية والتمويلية ولم يعود من السهل مساعدته على الوقوف في وقت تتقدم المعارضة تنظيميا وتوحيديا وميدانيا إلى جانب بداية مسار توحيد الدعم الخارجي لها ونفت إلى أن وقوع اشتباك مباشر بين السعودية وإيران كما كان الجنرال جعفري قائد الحرس الثوري قد بشر به ضمنا قبل أشهر عندما دع جنوده للتحضر لحرب قاسية مع دولة عربية على مثال الحرب مع العراق يعني في النهاية أن على القيادة الإيرانية التحضر لشرب كأس السم لأنه لن تترك السعودية تخوض الحرب وحيدة موضحا أن مثل هذه الحرب ستستنهض كل المشاعر السنية كما لم يحصل في الحرب مع العراق لأنه منذ أربع سنوات والوقود المذهبي يرمى على هذه النار صحيفة العربي الجديد نشرت مقالا لنجاة طيارة تحت عنوان السوريون أمام آفاق حل سياسية رأى فيه الكاتب أنه لا يمكن فصل المسعيين السعودي والأممي عن وقع التطورات الميدانية الأخيرة في المنطقة سواء في اليمن أو في سوريا موضحا أنه بينما كانت عصفة الحزم تضرب معاقل الحوثيين وحلفائهم وتقطع مصادر إمداداتهم وتعيد حسابات التدخل الإيراني كانت المعارضة السورية تتابع تحقيق انتصاراتها في الجنوب مع تحرير بصر الشام ومعبر نصيب ثم تستكمل تحرير إدلب في الشمال لتلحق به تحرير أريافها وتتوجه غربا إلى ريف اللاذقية وجنوبا إلى ريف حماء وسط سوريا وأشار الكاتب أن سوريا ستشهد صيفا ساخنا بينما يتردد الميدان السياسي بين مجال دعوتين يبدو أن إحدهما يمكن لها أن تبني وتبني على تجميد الصراع بين المعارضة والنظام بانتظار التوصل إلى تسويات لا يفني فيها الذئب ولا يموت الغنم بينما يتابع الكاتب أنه يمكن للثانية أن تبني على الحزم الحاصل على الأرض دعوة للأمل بتفاوض قريب تدخله المعارضة والنظام على وقع التطورات العسكرية الأخيرة وقبيل ارتسام نتائج التوقيع النهائية على الاتفاق النووي الإيراني الغربية حيث يمكن أن يتقدم الحل السياسي السوري بما فتحه التقدم العسكري للثوار واعتبر الكاتب أنه حل يرتبط بتحصين شروطه بمتابعة زخم الانتصارات التي كانت وحدة جيش الفتحة عنوانها البارز مؤكدا أنها مسألة لا يتحمل المقاتلون مسؤوليتها وحدهم بل هي مسؤولية جميع سوريين المعنيين بتدارك ما بقي من الوطن موقع تركي بريس نشر مقالة لمصطف الحاش حامد بعنوان العدالة والتنمية التركي وحسم النتائج حيث يشير الكاتب إلى أن العدالة والتنمية التركية يخوضوا الانتخابات البرلمانية للمرة الرابعة في السابع من شهر حزيران القادم بعد أن حقق ثلاثة نجاحات متتالية في الانتخابات البرلمانية ومثلها في انتخابات البلديات والاستفتاء وانتخابات رئاسة الجمهورية الأخيرة قبل فترة وجهزة حقق الحزب نجاحات على كل المستويات أيضا منذ العام 2002 حتى هذا اليوم بقيادة زعيمه السابق رجب طيب أردغان اليوم يدخل الحزب هذه الانتخابات بقيادة جديدة ودماء جديدة فهل يستطيع العدالة والتنمية تحقيق النجاح الرابع ضمن هذه المعادلات والمتغيرات؟ تركيا اليوم تخوض الانتخابات في ظل خيبة أمل ونتائج مؤلمة في كل بلدان وثورات الربيع العربي إذا استثنينا حالة النجاح الجزئي لتونس ويدخل العدالة والتنمية هذه الانتخابات وقد حرم نفسه من الكثير من قاداته ومؤسسيه وذلك بسبب الوعظ الذي قطعه على نفسه وجعله من نظامه الداخلي إذ يمنع العضو الترشح لثلاث دورات متتالية وهذا ما جعل البعض يتخوف من انعكاس سلبيات لهذه الخطوة على النتائج القادمة لكن الحزب أثبت مصداقيته بعدم تغيير وعوده وقوانينه وأصار على إبقائها وتمنح هذه الخطوة فرصة التجديد وضخ دماء شابة وتعطي درسا وخاصة للحركات العربية في أن بناء المؤسسات وإفساح المجال أمام الشباب هو الأساس لنجاح واستمرار هذه المؤسسات وتقدمها عدم وجود البديل لحزب العدالة والتنمية التركي حقيقة واضحة على مر العقد الماضي وهذا ما دفع الكثيرين لتصويت العدالة والتنمية بسبب عدم وجود الحزب الذي يلبي رغباتهم وطموحاتهم هذه الأصوات تظل مؤقتة ومتأرجحة وغير مستقلة وتبحث دائما عن الآخر حتى آخر لحظة من تصويتها ومن خلال متابعة للانتخابات التركية لأكثر من ثلاثين عاما أجد أن هناك تغييرا كبيرا في مصطلحات وأدبيات الأحزاب كلها ولكن على درجات متفاوتة معد القاسم المشترك اليوم وهو التركيز على العام الاقتصادي بشكل أساسي هذه المرة لقد كانت إدعاية انتخاباتهم السابقة تعتمد على التخويف والتشكيك والتهويل من البعبع الإسلامي المحافظ لكن تركيا اليوم تجاوزت هذه المزاعم وهذه المجادلات لأن الشعب لم يعد يقتنع بها ولم تعد سلع رائجة وهذا أيضا نوع من النضوج والتقدم والرقي في خطابات الأحزاب وفهم الناخب وتطلعاته وقناعته لكن المؤكد أن العدالة والتنمية حسم الفوز من الآن وهو الحزب الحاكم بمفرده في الفترة القادمة ويظل طموح الحالي هو الحصول على نسبة تمكنه من تغيير الدستور عن طريق الاستفتاء الشعبي وهذا النجاح إن تحقق فهو قد يفوق ويضاهي الفوز بإمكانية تغيير الدستور بمفرده هذا هو الخيار الأوسط بالنسبة للعدالة والتنمية وخير الأمور أوسطها موقع تركيا بوست نشر مقالا لياسين أقطاي بعنوان كم إبادة تساوي المأساة السورية حيث يرى الكاتب أن العنف الذي ينتهك حقوق الإنسان وكرامته في سوريا تحول إلى مجرد إحصائيات وأرقام ونرى هذه الأرقام في تزايد مستمر حيث فقد الإنسان قيمته الإنسانية وتحول إلى رقم فقط بعد أن وحدت المعارضة صفوفها استطاعت تحرير محافظة بأكملها وهي إدلم وما إن تسيطر المعارضة على موقع حتى تأتي بعدها براميل حقد النظام على الشعب التي لا تفرق بين مدني وعسكري وطفل وراشد وعجوز وبعض تلك البراميل ارتقت إلى مستوى جرائم حرب لما تحتويه من غازات ومواد سامة وهنا نسأل هذه المجازر كم مجزر تساوي كتلك المجزر المزعومة أو ما تسمى مجازر الأرمن يبدو أن الإدارة الأمريكية التي تشرع وتشرع معاهدات الخطوط الحمر في استخدام الأسلحة البحرام دوليا لا تهتم لمصير شعب بات عدد القتل لديه بمقربة المليون ومن الطبيعي والبديهي أن ما لا تراه الولايات المتحدة الأمريكية لا يراه العالم فهناك نظام مستبت فتح الحرب على شعب بأكمله وقتل ما يقارب المليون وهجر وشرد أكثر من عشرة ملايين والمجتمع الدولي لم ينطق ببنت شفه ولم يتحدث عن مجزرة أو حتى إدانة على عكس ما تم تناقله أو سرده دون دلائل أو وثائق تثبت ذلك تسارع دول في إدانة بما تسمى الإبادة الأرمانية رأينا اكتشاف الولايات المتحدة وأوروبا لمجازر وإرهاب تنظيم داعش في عين العرب كوباني السورية وكيف بادروا إلى تشكيل تحالف لضرب التنظيم وحماية الإنسانية هناك لكن في الحقيقة كان هناك الآلاف في سوريا والعراق مما وضعهم أخطر بكثير من عين العرب حاجة لمساعدة ملحة ومستعجلة مثالا على ذلك ترويج أمريكا لتنظيم داعش على أنه فكر متطرف ونواة إباحية تستقدم نساء إليه وتجاهل الأعمال الوحشية للوليشات الشيعية التي تضع تنظيم داعش وراءها في إبادة وتهجير السناة من مناطقهم ولكن هذه العملية لا تلقى أي اهتمام يذكر في الأعلام الغربي بعد تلك الأمثلة يمكن القول أن مصطلح الإبادة لذا الغرب يقتصر على فهم الإبادة لديه ويستخدم هذا المصطلح بما يناسب مصالحه أو مصالح الدول التي يدعمها في النهاية هي أداة يستخدمها الغرب في مواقع تفرضها عليه مصالحه ومآربه ومن جهة يحجبها من مواقع أيضا يرى فيها ضرورة التكتم والسكوت عن المجازر معادلة الغرب هذه موجودة في سوريا حيث نظام الأسد الذي قتل ما يقارب مليون إنسان لم يقل له الغرب لما قتلت مليون إنسان سني وعند تقدم المعارضة في بعض المناطق يسارعون في التأكيد على حماية الأقلية العلوية وهذا يظهر مدى الازدواجية لدى الغرب والدعائهم المزيف عن حقوق الإنسان وبعكس تركيا التي دافعت عن الأبرياء بخلاف أطيافهم وأعراقهم جريدة عينة بلدي نشرت مقالان لعبادة كوجان بعنوان البوط العسكري قصة عشق زهير عبد الكريم مثالا حيث يقول الكاتب عندما رأيته بكيت وقبلته حتى الثمالة لم ينقص المشهد العاطفي الذي أده زهير عبد الكريم في معسكر المصطومة بريف إدلب يوم أمس سوى هذه العبارة لتطفي سحرا على مسرحية عشق البوط العسكري لا تقل تأثيرا عن روميو جولييت بعد بكاء الفنان غسام مسعود بطريقة مبتذلة وتمثيلية وتمثيلية سلوم حداد على فضائية النظام التي تفتقد للمناديل في أكثر المواقف الوطنية إيلاما يأتي دور زهير عبد الكريم بن بلدة معربة القلمونية لأنهال مقبلا البوط العسكري مسقطا بهذا المشهد أي مقاربة مع دوره همام في مسلسل الزير حداد وأقرب قليل إلى نوري المبيض في مسلسل زميله دوريد لحم ما يفاجئ الجمهور السوري والعربي الذي تغنى بدراما سوريا طيلة العقد الماضي أن هؤلاء وغيرهم كثر كانوا ممن سطروا بأعمالهم بطولات ومقولات حفرت وحفرت في الأذهان حتى أصبحوا قدوة لبعض منا في أعمال البيئة الشامية أو التاريخية بعد كوثر البشراوي وزهير عبد الكريم سيكون البوط العسكري على موعد مع قبل أخرى لريب في ذلك فهو اليوم رمز وطني ودليل على التضحية في سبيل الأسد ولا أستغرب إن وضع الحذاء عوضا عن الخوذة كنصب للجندي المجهول في سحات دمشق وقد حصل ذلك فعلا في اللاذقية جريدة حبر نشرت افتتاحية بعنوان الحذر الحذر حيث ترى الافتتاحية بأنه من سنن الله في هذه الدنيا أن يبقى الباطل متربصا بالحق وأهله عاملا على محوه وإزالته واقتلاعه من جذوره مستهدفا إياه بالمكر والأذى والخديعة وهذه الحقيقة يجب أن تكون حاضرة في ذهن الأمة وفي أذهان أبنائها من الذين فتح الله على أيديهم مساحات واسعة من بلاد الشام ليعملوا على قطع دابر النظام الباطل وتحصين مواقعهم والعمل على حمايتها والحذر من أي هجوم عكسي مفاجئ أو ردة فعل غير متوقعة وقد نبهنا ربنا سبحانه وتعالى على ضرورة أخذ الحيطة والحذر فقال يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فطبيعة الصراع مع عدونا الصائل الفاجر الذي يدين بدين الشيعة القائم على الغدر والخيانة والتقية تستلزم جماعات مقاتلة تعيد التوازن إلى نفوسها ساعة إعلان النفير وتحافظ على هدوئها ويقظة تفكيرها وتستعد لكل مرحلة صعبة متوقعة ولا شك أن الحذر صف يجب أن تطغى على جميع صفات المقاتلين الأخرى ساعة إعلان النصر واندحار العدو ولا يكون الحذر مع العدو الظاهر المتمثل بالنظام فحسب بل هناك منافقون لأدوارهم متقنون وعملاء مأجورون حملوا السلاح ليستعرضوه أمام الناس وفتحوا البيوت ليسرقوها وشكلوا الألوية ليستجدوا بها الدولار فيجب أخذ الحيط من هؤلاء لأن مهمتهم ضرب الثورة من الداخل ويجب أن لا يتحول الحذر إلى عائق يقف عثر أمام التقدم لتحقيق انتصارات أخرى وأن لا يصير وسواسات تتعب المقاتلين وتثبت عزائمهم وتضعف قدراتهم فالحذر وعي وعمل وجهد وجهاد يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا بهذا المقال مشاهدين الأكارم نكون قد وصلنا لنهاية الحلقة لهذا اليوم نشكركم دائما على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته